اشتركوا في القناة وحرص مملكة البحرين على إنجاح استضافة الدورة البرالومبية الأسيوية للشباب نعم جاء ذلك أثناء استقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وبحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة للسيد ماجد بن راشد العصيمي رئيس اللجنة البرلمبية الأسيوية كما حضر اللقاء الشيخ محمد بن دعيش الخليفة رئيس اللجنة البرلمبية البحرينية والدكتور عبد الرحمن عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة في بداية اللقاء شهد اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالدور المتميز الذي يقوم به الاتحاد القري بتطوير الألعاب البرلمبية والوصول بها إلى أعلى المستويات بالإضافة إلى تنفيذ الخطط والبرامج الرائدة التي تساهم في الاهتمام بلاعبيها من ذوي العزيمة والهمم وتنظيم البطولات والفعاليات التي تساهم في إبراز قدراتهم ومهاراتهم وإمكاناتهم العالية التي تمثل مصدر إلهام للجميع أشار اسمه إلى أن مملكة البحرين ومن منطلق توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حريصة على الوقوف إلى جانب اللجنة القرية في مسيرتها نحو الارتقاء بمنظومة العمل البرلمبي وتعظيم دورها لتحقيق خطط وبرامج التي تسلط الضوء على المواهب المتميزة في هذه الألعاب وإبرازها على مختلف المجالات بيّن سمو أن استضافة مملكة البحرين للدورة البرلمبية الأسيوية يمثل جانبا من دعم البحرين للجنة البرلمبية الأسيوية وحريصة المملكة على توفير كافة أسباب النجاح للدورة القرية وتحقيق الاستضافة المتميزة كما هو مشهود لمملكة البحرين عند استضافتها لمختلف الفعاليات الرياضية تبادل سمو الشيخ ناصر بن حمد مع السيد ماجد بن راشد العصيمي العديد من المقترحات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك والبرامج والفعاليات المقبلة التي سينظمها الاتحاد في سبيل الوصول إلى أهدافه من جانبه عبر السيد ماجد بن راشد العصيمي عن تفاؤله بالرؤية التي يحملها سمو الشيخ ناصر بن حمد لتطوير الألعاب البرلمبية البحرينية الأمر الذي ساهم في تحقيق أبطال البحرين للعديد من الإنجازات المتميزة على مختلف الأسعدة مبديا اعتزازه بدعم سموه للجنة البرلمبية الأسيوية وخطط وبرامج اللجنة شهد العصيمي برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة للدورة الأسيوية البرلمبية وحرص سموه على متابعة كافة الإجراءات التنظيمية للدورة الأمر الذي ساهم في نجاح الدورة وخروجها بشكل تنظيمي متميز